يوما بعد اخر والقرارات الصادرة من وزارتي الداخلية والعمل السعوديتين بحق المغتربين تتزايد ليشتد معها الخناق اكثر على المغتربين اليمنيين فيها حوالي نصف مليون مقيم خرجوا نهائيا من تلقاء انفسهم جراء ارتفاع الرسوم التي كانت قد فرضت على الوافدين واقاربهم وبحسب ما اعلنت وزارة الداخلية الصعودية قبل ايام فقد بلغ عدد من تم ترحيلهم من المملكة قرابة 148 الف وافد من ضمن 620 الف مخالف تم ضبطهم 70% منهم وافدون يمنيون ولا تزال الحملات مستمرة لضبط من يعمل في مهنة غير مهنته او مع غير كفيله او يمارس نشاطا تم اعلان توطينه تجديد الخناق على المغتربين اليمنيين تمثل في سعودة 12 قطاعا تم اضافتهم الى قائمة المهن التي كانت قد تم سعودتها من قبل ويعتبر اليمنيون هم الاكثر عملا فيها منذ عشرات السنين كمحلات الملابس والخضار والعطور والاكسسوارات والساعات اضافة الى فرض رسوم عمل مبالغ فيها مما ادى الى عودة الكثير من الاسر اليمنية التي عاشت بالمملكة لسنوات طويلة بل يكاد اغلبها لا يعرف اليمن الجانب اليمني المتمثل بالحكومة الشرعية ظل غائبا عن المشهد منذ البداية ليتحرك اخيرا وبشكل بسيط حيث تم في الثاني عشر من فبراير الماضي تشكيل لجنة لمتابعة مشاكل المغتربين في المملكة قرابة نصف شهر على تشكيل هذه اللجنة الا ان الواقع لا يشير الى اي تقدم تم احرازه حتى الان ما بين القرارات الصارمة من قبل المملكة بحق المغتربين اليمنيين فيها وبين التحركات البسيطة من قبل الحكومة اليمنية يقف المغترب اليمني في مواجهة معاناته وحيدا متمسكا بشعرة من امل قد تنقطع في اي لحظة